طلبت الحكومة المصرية الأجانب المقيمين على أراضيها بسرعة تقنين أوضاعهم قبل 30 من يونيو المقبل الحكومة المصرية طلبت كافة الأجانب المقيمين على أراضيها بالتوجه لإدارة الجوازات والهجرة لتجديد إقامتهم والحصول على بطاقة الإقامة الذكية لضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة إليهم كما دعت الحكومة المصرية كذلك الأجانب المعفيين من سداد رسوم الإقامة لتسجيل بياناتهم والحصول على بطاقة الإعفاء قبل 30 من يونيو المقبل أيضا وأوضحت الحكومة أيضا أنه سيتم إيقاف الخدمات الحكومية المقدمة للمعفيين من رسوم الإقامة في حال لم يتم استخراج بطاقة الإعفاء قبل 30 من يونيو ولمدة ثلاثة أشهر على أن يتم اعتبارهم من بعد 30 من سبتمبر مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد وناقش هذا الموضوع مع ضيفي من العاصمة المصرية القاهرة الأستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير المصر اليوم والمتخصص في الحوادث والقضايا مرحبا بك أستاذ يسري دائما معنا على شاشة الحدث نبدأ معك دلالة هذا التوقيت لهذا القرار من الحكومة المصرية أهلا بك بصير ولكن خلينا نوضح بعض المعلومات في هذا الأمر هذا الأمر ليس جديد الحكومة المصرية أخذت على عاتقها منذ فترة طويلة مطالبة ومناشدة الموجودين والتي أسمتهم ضيوف مصر لم تسميهم لاجئين والبالغ عددهم 9 مليون ونص وفقا للتقديرات الموجودة لدى مجلس الوزراء المصري من 133 دولة بنسبة 50.4 من الزكور و49.6 من الإناس متوسط أعمار 35 عام إحنا بنتكلم على 9 مليون بياخدوا خدمات وفقا لآخر التقديرات بياخدوا 10 مليارات دولار سنويا من الموازنة العامة للدولة والحكومة عملت عقدت أكتر من اجتماع عايزة تقنن الرقم اللي موجود تقارن الرقم ده خاصة أنه في منظمات أخرى بتقول أن اللي موجودين عندكم من اللاجئين ما بين 450 ل 900 ألف لاجئ طب أنا إزاي أقارن الرقم ده في السجلات اللي موجودة لدى اللاجئين في حين أن الأرقام اللي أنا عندي كحكومة بتقول أن أنا عندي 9.5 مليون مواطن أو ضيف أو لاجئ موجود الدولة زي ما قلت لحضرتك على رأسها رئيس الجمهورية أسمى هؤلاء ضيوف مصر ولم نقيم مخيم للاجئين واحد داخل الدولة المصرية الدولة خلت مجموعة من القرارات ومددت المهلة مددت المهلة أكتر من مر آخر مهلة تم تمددها لـ 30 يوليو القصة إيه أنا عايز أقول للراجل اللي مقيم عندي من أي دولة من 133 دولة لو أنت إقامتك انتهت روح لدى مصلحة الجوازات والهجرة جدد إقامتك وفق أوضاعك وهتحصل على حاجة اسمها كارت التسجيل إيه هو كارت التسجيل ده؟ كارت التسجيل ده بمجرد ما حضرتك قدمت عليه هتستطيع أنك أنت تاخد كافة الخدمات الرعاية الصحية الرعاية الاجتماعية كافة أنواع الرعاية اللي ممكن تخش تحت مظلة أو أمبرلة وزارة التضامن الاجتماعي من مساعدات أو أي حاجة هستطيع في وزارة التربية والتعليم أن نزود فصول التربية والتعليم خاصة أننا آخر ناس وصلوا لنا كالدولة المصرية الأشقاء في دولة السودان وكانوا بيدخلوا عبر معابر كبيرة ويتسببوا في ارتفاع مستوى الإجارات في عدد كبير جدا وضحت هذه الفكرة اسمح لي أستاذ يسري يعني البعض يسأل اسمح لي الوقت ضيق البعض يسأل يعني في حال لم يستجب البعض من هؤلاء المقيمين لما تطلبه الحكومة المصرية ما الذي بيد الحكومة المصرية لفعله يعني ترحلهم كما ورد اليمنيون إلى أين يذهبون السودانيون السوريون أيضا هل سيتم إعادتهم إلى بلادهم سيدة الفاضل إحنا ما قلناش كده إحنا بنقول تقنين أوضاع تقنين أوضاع من الوارد جدا أنه بعد تلاتين ستة يكون للحكومة المصرية رأي آخر أن هي تمدد المهلة مدة أخرى إحنا الهدف منها من تمديد المهلة من تلات شهور لتلات شهور أخرى لست شهور أن إحنا نقنن الأوضاع العادية من غير المقبول في أي دولة أن يبقى عندك العدد ده وانت مش عارفه لكن الإجراءات اللي هتحصل بعد كده هيتم مجلس الوزراء الإعلان عنها أنا بقول لك أنا عندي خمس محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدهلية وضمياط منهم ستين في المية من العدد اللي أنا قلت لحضرتك اللي هو تسعة مليون إزاي يعني ودول من ضمن المحافظات الأكثر كسافة سكانية الإجراءات اللي هتاخدها الدولة المصرية فيما بعد ما وصلتش للترحيل أنا بقول لك أنا هوقف عليه الخدمات مش هيقدر ياخد الخدمات الأساسية اللي هي أنا بقول لك أن النسبة دي عشرة مليار دولار سنويا من موازنة الدولة المصرية موجودة على ضيوف مصر عمرنا ما هنرجع واحد من ضيوف مصر لبلده ولكن احنا بنقول له قنن أوضاعك زي ما بتروح أي دولة ما بتقدرش تخلف الفيزا أو الإقامة بتاعتك اليوم اللي بتنتهي فيه قامتك قبلها بيوم بتكون في المطار احنا بنقول لك أن احنا فيه من الناس دول مقيمين يعني وليهم أعمال سبتة 37% من الرقم ده 37% ليهم أعمال سبتة طب ليه مش موفق أوضاعك أنا النهاردة بستعجب جدا لما بيتم القبض على أحد الأجانب والآهن هو كسر إقامة أو موجود في الدولة بطريقة غير مشروعة بقاله سنتين ونص وضحت الفكرة أستاذ يسري هناك من يرى أيضا بأن هذه الخطوة لربما هي يعني إلى حد ما مقصودة لكي تلفط مصر المجتمع الدولي لمساعدتها في شؤونهم يعني أنت تتحدث عن عشرة مليارات دولار يعني ده واضح وكان واضح في تصريحات المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال أن إحنا بنعمل الحصر ده عشان نستعرض التكلفة الإجمالية اللي بتتحملها الدولة واستعرض القدمات المقدمة ليهم خاصة أن إحنا بنتحمل تكلفة بعد ظروف موجودة محيطة إحنا بعد جايحة كورونا بعد ظروف اقتصادية لا يعني إحنا حتى مجلس الوزراء في قصة أنه هما لما حصل بعض مواقع التواصل الاجتماعي حملة مسعورة بتطالب بترحيل بعض مجلس الوزراء رد على القصة دي قال لك إحنا لا نتأثر بالسوشيال ميديا ولا نتأثر بالكلام من ده ولكن إحنا بنقول للناس قننوا أوضاعكم ما قلناش ترحيل قلنا للناس قننوا أوضاعكم وارد جدا ولكن الهدف من القصة دي كلها هو تقنين وتوفيق الأوضاع للمسلمين وضحت الفكرة اللي جايين سياحة واللي جايين إقامة واللي جايين في كل المحافظة شكرا جزيل الشكر لحضرتك على كل هذه الإضاحات من القاهرة الأستاذ يسري البدري مساعد رئيس تحرير المصر اليوم المتخصص في الحوادث والقضايا